لرئيس الاتحاد الوضنية حماية المستهلك أهلا بكم شكرا مرحبا إذا نبدأ معكم سيد فريد بعلوش نتحدث عن ظاهرة الكولونديسن والحرقة في التراموي يعني من كنا نسمع فيها من القطار اليوم إلى القطار والحافلات النقل العمومي إلى اليوم مؤسسات التراموي والميترو نتحدث عن هذه الظاهرة يعني كم تكلف هذه الظاهرة المؤسسة مؤسسة التراموي العاصمة شكرا للاستضافة حبيتنا نرياجي بارابول الفتية اللي جوستو نشوف شبان وناس عندهم كبار سن يحضروا ويقولوا ما يخلصوش تراموي أنا نقول شغلاني متعجب ونقول بلك هذه السلوكات غير أخلاقية وغير حضارية لتمس بممتلكات عمومية اسم التراموي هذا موضوع لخدمة المواطنين عندنا ميشون دو سيرفيس بيبليك دو كرايي هنا باش تسهل نقل المسافرين من اللي جال تراموي الجزائر تبدل النقل الحضاري في الجزائر ننقلوه انا اكثر من 100 الف مواطن يوميا الناس يروحوا الخدمة تاحهم الناس يروحوا الجامعة تاحهم بسكرتراموي يتعني يجوز على جامعة هواري بومدين ويجوز على عدة مدارس نشوفوا يقولوا الشابة ذلك يقول أنا يتوديون ونقدرش نخلص الثامن تعلابون مونسويا تسمى شهر بخمسمائة دينار قل طالبا خمسمائة دينار ثامن رمزي ثامن لبوليزيكولي ثلثمائة دينار شهريا ثامن رمزي باش ننذكروا برك الدولة الجزائرية صرفت اموال باهظة باش تدارة تراموي هذا وثامن الحقيقي تعلو تيكي سمائة وعشرين دينار على الوقت لان خلصوا التذكيرات خلص ببرمعين دينار ذلك كان دعم لثلثي قيمة هذه التذكيرات لازم المواطن هو يدافع ويبروتيجي هذه وسيلة هل تركم يا صياد ربما عن عدد المسافرين الذين لا يدفعون تمن تذكيرات الصفار الإحصائية راهي دور بين ثلاثين وارمعين بالمئة وكما يقولون الاتندانس راهي ألا بس علش عندنا برنامج عامل مسطر على ثلث سنين الهدف منه نلحق هذا الفرود نلحقها الخمستاش بالمئة للمقارنة في التراموي في العالم يدور الفرود دور بين عشرة وخمستاش بالمئة لذلك حنا حابين على ثلاث سنين نلحق الستندار انترنشوني ممتازة بما يخص ربما هذا يعني تقولوا بأنه وصلت النسبة إلى ثلاثين إلى ربعين بالمئة كم بلغ ربما حجم الخاصة التي تكبدها المؤسسة جراء هذه النسبة ثلاثين وربعين بالمئة من المسافرين لا يدفعونا تذكرات السفر بين مئة وخمسين إلى ثلاثمائة مليون دينار سنويا لك هذه عجز للشركتان هذا المال به لنخلصو الخدامين تعتراموي به لنديروا الصيانة تعتراموي به لنحسنوا الجودة تعتراموي في حالة ما عندنا عجز في مالي لك ما نقدروش نقدموا كاليتي السيرفيس مليحة ما قدروش تتراجع الكاليتي السيرفيس ما نقدروش ننصو نديروا الصيانة تحل العربات تستوعنا ما نقدروش نقدموا كاليتي السيرفيس مليحة ماذا به الإنسان كي يروح لتراموي يسعد فيه يكون مكيف مليحة يتراجع في كل سيكوريتي وآلز إذا ثلث الركاب لا يخلصوش الكاليتي السيرفيس تنقص ربما يعجز تراموي على نقل المسافرين نعود نقول لي كما كنا بكريم نشوف رأي أستاذ محفوظ حزل رئيس الاتحاد الوطني للحماية المستهلك ما تحلق بكم ربما على هذه الطائرة يعني كما تبعنا في التقرير أنه يشوف مواطني يقول لك أنا ما نخلص يعني يفتخر هل تدخل هذه ربما في إطار الثقافة أم أنه تنامي عقلية البيلك لدى المواطن الجزائري وهل يدرك بأنه لما ما تخلص أنت في هذه الحالة مركش في الحلال يعني حتى ركبة حرام يعني بكل صراحة هو موضوع الساعة يعني نقول بكل صراحة لأنه نحن نتعجب كيف المواطن يطلب وسائل نقل وفي نفس الوقت هو ما يخلش وكذلك حتى الخسائل التي تكبد هالشركات يعني راح تكون في غير صالحه يعني غير صالحه يعني نتكلم على الصيانة نتكلم على أجل العمال نتكلم على تجديد المركبات نتكلم على يعني هذه كلها تدخل من المفروض أنها تدخل في ثقافة المستهلك في حد ذاته تدخل في أخلاقيات المواطن في حد ذاته اليوم ما عدناش يعني هيئة في استثمار المواطن الجزائري من ناحية أنه تكون عنده ثقافة تكون عنده ديراية بما يجري حوله خاصة بالنسبة المؤسسات العمومية اليوم راح نتكلم على بيلك نهضرها بكل صراحة هذه ما يشتعي هذه ما يشتعي يعني يعني تنحاس شوية نحيوها شوية من ذهنيات المواطن الجزائري اليوم نشوفه سلوكات واليوم ما رأي يعني تتكلم عن المباشر تقول لك أنا من خلش يعني هذا شي يعني ما هوش في صالح المواطن في حد ذاته ما هوش في صالح الشركة في حد ذاتها لأنه اليوم لكن أنا من خلش وهذا ما يخلش والأخوة ما يخلش يعني هذا رأي عبء بالنسبة للشركة وهذا عبء بالنسبة للشركة سيكون عبء للخزينة العمومية لأنه الخزينة العمومية كي تكون فيه إفلس لأي شركة عمومية راح يكون دخل أموال للشركة العمومية لأنها رأي أفلست. وشكون السبب الإفلس؟ هو المواطن. وهذه نلاحظها لأنه نحن نطلب وسائل النقل ونطلب كما قال الأستاذ قال لك نطلب الكاليتي ونطلب ليجيان ونطلب التعامل المليح ونطلب يعني هذه كلها رأي منحصرة في أموال. لازم نكون أموال باش نهيئ هذه العمال. لازم أموال باش نديره الكاليتي. يعني كلها راح تنحصر في المواطن يجب أن يساهم في هذه. نقول كذلك التذكارة. التذكارة رأي 40 دينار. 40 دينار بالنسبة للمواطن. رأي أقل كثير مما كان يدفع المواطن. ربما في سيارة أجراء. ربما في حافلة للانتظار. ربما كان. يعني هذا كله من المفروض أنه يفض بعين الاحتبار. من حيث الوقت. ومن حيث كذلك التكلفة. التكلفة للمواطن. راح الإشكال حول عقليت الباي لك. رأي نرى في عقليت الباي لك. لأنه شركة عمومية كأنه شركة يعني شركة تاعه. شركة. يعني كذلك فيما يخص التحطين بعض المركبات. الناس تدخل. ربما يتكيف الداخل هي ممنوع. ربما يكسر الزجاجة. ربما بستيلورها. يعني يعني شوفوا واحدة السلوكات. من المفروض أنها ما تكونش. لأنه هذه وسائل النقل اللي كنا نطالبوا بها. كل يوم كنا نطالبوا بها. نطالبوا بها باش نخفوا على رحنا العبء المسافة. نخفوا على رحنا عبء الدفع أموال كثيرة. كذلك عبء أن الطرقات متكونش عندنا اكتظار في السيارات. يعني كل هذه الميزات. نقول الميزات الجيدة لوسائل النقل الجديدة. خلت المواطن اليوم أنه يعني كل وسائل النقل العمومية أنها باي لك بالنسبة له. وبالنسبة له. ما يخلص شيء. كأنه يعني يفتخر. ونحن نشوفه. راح نلاحظه فيها. وكذلك عندما يكون جوزة المراقب أو الكونترولير. إذا أعطني التذكارة. ربما رح يكون فيه عنف من طرف سنتحدث عن هذه النقطة. كأنه راهوا يعني في إطار قانوني في إطار وين المواطن هذا. عنده كل الحقوق على المؤسسات العمومية. ممتاز. سيد فريد بوعلوج نتحدث عن نقطة مهمة. وهي أنه وسائل النقل بين وسائل النقل العمومية. القطار. الحافلة. إيجزا. والمترو. نجد أن ترموين هو من أكثر الوسائل التي سهلة للمواطنين للتهرب من دفع التذكارة. بهذه الحالة تأخذت عدة إجراءات. منها عوان الرقابة. استنجتوا بعناصر الأمن. لجأتوا إلى أسلوب فرض غرامات لمن لا يدفع التذكارة. كل هذا. هل حققت نتيجة؟ نعم. حققت نتيجة. بس كنا نسبة تحرب من الدفع كانت أكثر من 50%. النسبة هذه يتحبط يتلحق 30%. لذلك كان برنامج عمل أو مستطر. كما قلت الهدف منه نلحقه عشر يوستاع 2020 نلحقه 15%. من بين هذه إجراءات عندنا أكثر من 170 مراقب لعمل تتلجوني. يتحبط تحبط في تحبط هذا لا يوجد أكثر من لذلك لذلك كما يتحبط تحبط 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 کہ يقه عندما يقع عندبع تجاف منேاشات لتجاف في حاله لك هذه الأمور سهلت ونقصت من عمليات التهرم. الشيء الثالث تكوين المراقبين. عندنا ابتداء من السوداسي الثاني تحاد العام. أن أكسبير تحرم المراقبين ورؤساء الفرق. هو الذي يفورمهم كونت لافرد. حاجة أخرى تهيد أن يخدموا على الاشتراك. سنتحدث عن الاشتراك. لكن قبل ذلك في تكوين أعوان الرقبة تشتكون أيضا من قلة احترام المواطن المسافرين لبعض المسافرين حتى للنعمم لأعوان الرقبة خاصة المتهربين من دفع التذكير. لما يتوجه لهم أعوان الرقبة للمراقبة والحرص على اقتناءهم للتذكير. كيف يتعرضون لاعتداءات هكذا؟ كم اللي اغتربوا من نسبة الاعتداءات على أعوان الرقبة؟ كيف يتعرضون لك؟ كم اللي اقول لك كل يوم مئة ألف شخص. في المئة ألف شخص كي ينعموش كي الناس اللي ما يدفعش تذكيراته زيادة على ذلك. كي يجي يقابلوا المراقب يتعدى عليه. على الشعر افتاعه بالسبب، بالشد، بالظل. الحقناوين كانوا أعوان اللي ضربوهم بالسكين. هذه سلوكات ما نقدرش نحبر عليها. شغل غير حضارية وغير أخلاقية. وما عنداش ما نقدرش نحبر عليها. للأسف، ربما الأستاذ محفوذ حرزلي هو اللي يعلق عليها؟ يعني بكل صراحة هي إحصائية. رامدها سيد نائب المدير العام. يعني نتأسف لهذه الخروقات لا أخلاقية بالنسبة للمواطن. حتى هو غير قانوني. غير قانوني ويتعدى على مواطفين لمؤسسة عمومية. كأن هذه المواطفين لا همش باشر. لا همش ناس اللي يرام يخدموا فيهم. يعني نحن منعموش كل المواطنين. لكن بعض منهم ربما في المئة ألف كما قال الأستاذ. ربما رايكين واحد في المئة أو واحد في الألف. يعني هذا الواحد راي يأثر حتى على معنوية الموظف. راي يأثر حتى على صمعة الشركة. راح يأثر بالنسبة حتى للأجانب اللي رام يزوروا الجزائر. يعني نشوفوا بعض التصرفات. بعض السلوكات للمواطنين. اللي من خلينا نرقى إلى سياحة عالمية. نرقى إلى توجهات بالنسبة للتنمية. بالنسبة للمواطن الجزائري. يعني أصبحنا اليوم ربما في بعض الحالات نوعا ما في فوضى. في فوضى وين لازم تدخل الأمن. لازم تدخل الأعوان للأمن. يعني هذه الأشياء من المفروض أن المواطن يتعاى فيها. تكون عنده ثقافة. تكون عنده ديراية. يعني هذه مؤسسات عمومية. لازم أن نحافظ عليها. لازم أن نتعدوش على أعلى المواطفين. لازم أن نتعدوش على ممتلكات العمومية. لهي ممتلكات الشعب. غدوك يكون فيه خسائر بنسبة هذه الوسائل النقل هذه. شكو اللي راح يخاسر الأكبر؟ شكوه؟ هو المواطن. أنا أحبس لك الطراموين. حبسه. حبسه ندين لك احتجاج. راك تتعدالي على المواطنين. راك ما تخلش. راك يقدر. أنا أحبس هذا المواطن. وين اليوم؟ شكوه الخاسر الأكبر؟ هو المواطن. المواطن هو الخاسر الأكبر. اليوم نشوفه اكتطاف في طرقاتنا. بالنسبة للسيارات. اليوم راو حل كبير بالنسبة للطراموين في الجزائر. كل ولاية اليوم راية تتنعم بهذه الوسائل النقل. لازم تكون عنده ثقافة المواطنة. لازم تكون عنده ثقافة أنه يحافظ على هذه المكتسبات الوطنية. هذه المكتسبات خاصة بالنسبة للنقل. بالنسبة للصحة. بالنسبة للطمئة الاجتماعية. يعني كل هيئات التي ستخدم المواطن. لازم من المفروض أنه هو اللي يدعم هذه المنجزات الكبيرة. نقوله إحنا هي منجزات. لأنه في الأمس القائرين ما كانش عندنا تراموين. ما كانش عندنا لتليفيريك. ما كانش عندنا لتزالي راهي اليوم. راهي بحافلات. ربما تفوق الألفين تلتالف حافلة. يعني هذه الأشياء من المفروض أنه المواطن الجزائري يحافظ عليها. وهو يدعمها. لأنه اليوم إلا مكان ما خلش. إلا غدوة عندي صيانة في أي مركبة. كيف أخلصها أنا؟ اليوم خزينة العمومية لازم تفرض. لأن المواطن اليوم في حاجة إلى نقل. إلا كان اليوم أنا ما خلصتش. هذه الشركة ما خلصت اليوم العمان ما يخلصوه. هذه الشركات تتكبد خسائر مادية في العربات. ماذا كلها سيخلصها؟ الصيانة على تقمن. إلا كان خزينة عمومية كلما. الضغف في هذه المؤسسات العمومية. اليوم المواطن أين دور تتعوه؟ إلا كان دور تتكلمه غير على المطالب. وين حقوق؟ نتكلمه على الحقوق. وين تهي واجبات تتعوك؟ وشنو؟ يعني هذه الأشياء من المفروض أننا كمواطنين لازم تكون عندنا ثقافة. وتكون عندنا سلوكات كمسلمين وكذلك تكون عندنا أخلاقيات. يجب أننا كذلك نوعيه هذا المواطن. كذلك من جانب آخر أستاذ. إلا كان فيه كذلك لابورمون يعني فيما يخص لهذا. سنتحدث عن لابورمون قبل ذلك. نتحدث ربما عن تفاعل المواطنين مع المسافرين الذين يتعون التذكيرات. ويتم ربما القبض عليهم من طرف عناصر أو أعوان الرقابة. كيف؟ هل تجدون أنه في قبول للغرامات التي تفرضونها عليهم؟ خاصة أنه كانت مئة دينار واليوم أصبحت مئتين دينار؟ مشكلة ركاب مخالفين يقبلوا يخلصوا للغرامة. كيف يتم التعامل معهم في حال ترفض دفع الغرامة؟ كي يجي المراقب يشوف بلك الراكب ليس يخلص التذكيرات. يعطي له غرامة متين دينار. إذا قبل يخلص الغرامة، يكمل المشوارات. في حالة ما يرفض الدفع ينزل من تراموي. يعني إجراءات خفيفة يعني إجراءات بسيطة حتى في التعاملات. حتى التعاملات بالنسبة للشركة للأشخاص الذين يرامون غير قانونيين. يعني معاملات من المفروض أنه ما خلصش يكد كينا عدالة كينا كينا نردع. بالنسبة للأشخاص الآخرين. يعني نشوف أنه من يكمش الاتجاه ينزل ويروح بدون رحلة المقبلة ورح يدخل. لازم تكون في إجراءات نقول لها أستاذ. يعني نقول صراحة لازم إجراءات ردعية. لأن المواطن اليوم أصبح صراحة والذي نشوفه في مؤسسات صحية، في مؤسسات ضمن الاجتماعي، في مؤسسات الباردية. في مؤسسات أصبح فوضى. كل واحد عنده دير دولة في رأسه. يعني نقول لها كل صراحة. كل واحد دير دولة في رأسه. لأننا نقول لها هذه الفئة لازم أن نديرولها حد. لازم أن نديرولها حد بالردع. لازم أن تطبيق القانون أستاذ. لازم اليوم ما يخلص شيء يخلص. ما يخلص شيء. لما نجيب العوان الأمن يروح يسمعوه. يعني نقول لها بكل صراحة. لأنه ليش؟ أصبحت المؤسسة العمومية دايلك. يعني نقول لها بكل صراحة. حتى مؤسسة النقل العمومية استنجدت بعناصة الأمن. لكن يبقى هذا الرقم ضعيف جدا مقارنة بحجم الاعتداءات في حق أعوان الرقابة. هل لديكم مسعى ربما لاستنجاد بعناصة الأمن؟ مثلا شوفوا تجربة دول أخرى تستنجد بعناصة الأمن. هي التي تقوم بربما مراقبة المسافرين. تأمينا لهم وأيضا محاربة ظاهرة الحرقة أو الكلادستان. هناك فرقة تا الشرطة متخصصة في تراموي والمترو. عدد تاحها 400 عون تا الشرطة للمترو والتراموي. تراموي برك واحده طول تاعه 23 كيلومتر. 400 عون غير كافية لتغطي المترو والتراموي. لذلك نقدر أن نخدم عليها. لذلك ندعم عدد أعوان الشرطة في تراموي. الثانية نقطة، لدينا مشروع لتحليف أداء اليمين. كما قلت، نقدر أن نستعمل القانون ونبليجيون هذه الناس لتدفعه. لغير ما تقول أن يخلص الـ PV تاوى إلا تكون متابعة قضائية. هذا دخل في البرنامج تاعمل. هذا رأي أنك. يعني صراحة هو كما تتكلم الأستاذ. يعني صراحة عوان الأمن اليوم اللي نشوفه فيها اتداءات في المترو والتراموي. لازم تكون الشرطة كذلك رأي تلعب الدور الصحة. فيما يخص الحد من هذه التجوزات بالنسبة لكاين بعض الشباب. اللي رأهم يعني نقولوها بكل صراحة. يعني فيها اهتداءات على كل وسائل النقد. يعني نقولوها بكل صراحة. هنا يعني صراحة الأمن يلعب الدور التاعه. لكن فيما يخص هذه التجوزات لازم تكون فيها ردع. لازم يكون فيه يعني يكون فيه كما يقولوه هنا. يعني لازم تماما ندير الـ PV التاعي. وتماما يروح مباشرة. كاين أعوان الأمن عندهم سيارات. من المفروض أخذ هذا الشخص مبارشة إلى الشرطة. الذي لا يدفع تذكر المتهرب من دفع الثمن التذكرة يتخوف من أعوان الرقابة. لكن نحن نشوفه أنه لا ما يخافش وإنما يزيد يهتدي عليه. وهذا هو اللي نتكلمو فيه. هذا هو اللي نتكلمو فيه. حتى الشرطة يعني يقولوها بكل صراحة. كين لا يتزاوز. لأنه لازم يكون فيه تطبيق القانون. لازم يكون فيه ردع. ولازم تكون فيه إجراءات قانونية لتحمي الموظف. تحمي المؤسسة العمومية. وكذلك تحمي المؤسسة العمومية. من الناحية أنه هذه استعمال العام. يعني هذه نتكلمو على ممتلكات عامة. هذه من المفروض أنه لازم تكون فيه ردع. ولازم تكون فيه تطبيق القانونية. ممتاز. نعود إلى مسألة الاشتراكات لزابون مون. كما تحدثتم في بداية كلامكم عن سيد فريد بوهلوج. ما هي ربما خطة المؤسسة الترموية العاصمة في هذا الصدد؟ هل ستكون فيه مثلا شوفوا في دول أخرى تكون في عندهم إنكارت؟ بطاقة يتم ربما تساهم في تقليص عدد المتهربين من بطاقة. يمكن أن يستعملها في الميترو، تراموي، القطار في الحافلة؟ الكارت كانين. هذه الكارت دابون مون سان كونتاكت سيكزيست. لكن لو كان نشوفه إحنا. لكن ما كيش أشهد لها مكان. ما نشوفهش أنه كل الذين يستعملون ربما وسائل النقل العمومية. مش كلهم يعني يحزون على هذه البطاقة. نشوفه نصيبه بليك 75% من الفوياجر يشيريوا تذاكر. يشيريوا تذاكر إونيتا. تذكير إونيتا. 25% من الفوياجر يشيريوا تذاكر إونيتا. نحن نخدموه باش نديرو كومنيكاسيو مع الزجاجي تاعنا باش نوصلو لهم المساج هذا تاع أنه اللابون مون يكلفو أقل ثمن. أعطيتك لإكزام بتاع لإزيكولية تبتلت 100 دينار للشهر حاجة مكاش أقل من هذا. لإزيكولية 500 دينار مكاش تنتهي لشهر عندنا ديزابنمو تراموي مترو الفين ومتين دينار شهريا سيلكيوالن تاع 16 ألي روتور نستعمل لكارت ساعة تستعملها لما كملي أطنع دي فو كما نري تسمى كاين اشتراكات اللي سي أتراتيف عمنا اشتراكات رأينا لك العمل تانحنا سي فار للا ببليسيتي ويسي داتي للمكسمم ديزاجي بشي استعملوا لزابنمو ممتاز نتمنى لكم توفيق سيد فريد بوعلوش نائب الرئيس المدير العامل لمؤسسة تراموي العاصمة شكرا جزينا لكم وسيد محفوظ حرد المستهلك شكرا جزينا لكم على هذه أهلية تلبيتكم والدواء المشاركة معنا في هذا النقاش شكرا جزينا لكم شكرا جزينا لكم